افتحوا الكتاب افتحوا على التمارين حق المضاف حق الدرس الجار والمجرور درس الجار والمجرور افتحوا الأسئلة طيب الآن سأحل الامتحان من أصاب ولم يخطي إذا فيه خطأ ضعش وعليه خطأ قال أمثل الاسم المجرور علامة الجر نوع الاسم ذهبت إلى أبيك هذا محلولة قال بالله هل هذا سهل الاسم المجرور لفظ الجلالة علامة الجر الكسرة نوع الاسم مفرد في المسلمين خير كثير الاسم المجرور المسلمين علامة الجر في علامة الجر نوع الاسم يا مذكر سالم الكتاب للطالبين اسم المجرور الطالبين علامة الجر اليا نوع الاسم مثنى قال سلمت على الأصحاب الاسم المجرور الأصحاب علامة الجر الكسرة نوع الاسم جمع تكسير مررت بأحمد الاسم المجرور أحمد علامة الجر الفتحة نوع الاسم الممنوع من الصرف قل لكم صح في واحد خطأ ما شاء الله لا بأس ضع الحرف جر في جملة مفيدة الكاف زيد كالأسد عن تكلمت نيابة عن الشيخ فماذا مثلت عن يا أبا سلسبيل ماذا قلتك الكاف ها لم تحلها أحسنت وعن أحسن بعمار المؤمن كالنخلة وعن أحسن بطلحة صلحة وعن خطأ أخطات في التمثيل أخطات في عن لقد دخلت عن السوق لنسأ أسأل في عن بس ماذا مثلت في عن تقرأ تقرأ تسمع غيبات أحسن ما شاء الله أجبت وأصفت ما شاء الله ها مثل عن أحسن سألت عن أصحاب الكاف عن أخبرني عن الإسلام صح عن سألت من عن ها عن يا أبا عبد الرحمن هذا الحديث عن عائشة صح بحديثة سألت أحسن تبعد الرزاق ها أزلت عن الحصان أزلت عن الحصان لا بأس طيب أبا فضل يا حسين نفس المثال حقا في طرحة ممكن تقول ذهبت بعيدا عن المستشفى ها يمثال تقول ذهبت بعيدا عن المستشفى أمثالك إيش دخلت دخلت في مكان بعيد عن السوق أما هكذا المعنى لا يستغل لا بأس طيب افتحوا على المضاف الأمثلة المضاف إليه علامة الجر رأيت عامل المزرعة هذا محلول هذا واعظ المسلمين المضاف إليه المسلمين علامة الجر أليا نوع الإسيام مذكر سالم جاء مساعد أخيه المضاف إليه أخيه علامة الجر أليا نوع الإسم من أسماء الخمسة هذا مكان يوسف المضاف إليه يوسف علامة الجر الفتحة نوع الإسم من الصرف هذا مقعد الطالبين المضاف إليه الطالبين علامة الجر نوع الإسم ثنى هذا كتاب أبي المضاف إليه أبي علامة الجر أليا نوع الإسم من أسماء الخمسة كلكم صح التنويل هذا قد نبهنا لعل كنت غائبا قلنا التنويل هذا خطأ صواب وضعه ضم ضم لكن كنت غائبة طيب الآن سنحل الامتحان قال الامتحان استخرج من الكلام السابق الذي هو ذهبت إلى المعهد وسلمت على المدرسين وعلى الطلاب وقال التقيت بإسماعيل صديقي وجلست بجانب العمود أمام المتعلمين ورأيت ورأيت كتب الطلاب متوفرة قال استخدمي الكلام السابق مضافا إليه مفردا مضافا إليه مفردا بجانب العمود كلمة العمود كلمة إيش لأن مضاف إليه والعمود مفرد قال جمع مذكر سالم مجرور بحرف الجر على المدرسين مضافا إليه جم مذكر سالم أمام المتعلمين المتعلمين جمع تكسير مجرور بحرف الجر على الطلاب وعلى الطلاب مضاف إليه جمع تكسير رأيته كتب الطلاب كتب الطلاب مضاف إليه الطلاب جمع تكسير مفردا مجرورا بحرف الجر مفردا مجرورا بحرف الجر إلى المعهد وأيضا بجانب في كلمات كثيرة إلى المعهد أو بجانب أو بإسماعيل نعم أو بإسماعيل كلكم صح أنت عندك خطأ كل صح ما شاء الله ها ها في أي سؤال أي اسمعي كتبتها في أي سؤال ما هو السؤال الذي وضعت عنده صديقين أحسن لا بس مضاف إليه مفرد صح ما في مشكلة لأنه يا المتكلم مفرد واحد عنده خطأ ما فيه قال التشكيل أضبط أواخر الكلمات المجرورة بعلامة الجر في الكلام السابق فهبت إلى المعهد المعهد آخر إيش كسر المدرسين وعلى الطلاب الطلاب آخرها كسره وإسماعيل إيش آخرها فتحا يا معنا الكسر بنعمي الصرف بجانب إيش نهايته كسره العمود كسره كتب الطلاب الطلاب كسره لا بس قال ارفع صوتك بقراءة الكلام السابق مع النطب التشكيل الذي شكلته من يقرأها يقرأها بالحركات في واحد يريد أن يقرأها بالحركات صلاة استهدت إلى المعهد وسلمت على المدرسين وعلى الطلاب وانتقيت بإسماعيل صديق وجلست بجانب العمود أمام المتعلمين ورأيت كتب الطلاب متوفرة متوفرة أحسنت لا بس المضاف وأنت كنت غائبا هذه النقطة كنت غائبا فيها أنا قلت إذا كان الممنوع من الصرف وقع في موقع المضاف إذا وقع في موقع المضاف يكون يكون منصرفا صح؟ منصرفا الممنوع من الصرف إذا وقع في موقع المضاف يكون منصرفاً وإذا وقع في موقع المضافية يكون ممنوع الصرف وهنا مضاف إذن يكون يكون ممنوع يكون منصرفاً منصرف أو أنت تقول منوع الصرف رايعتاه يكون منوع الصرف صحيح هذا عبد اللطيف سافرتاً هم قالوا الآن القاعدة تقول لكرنا لكم قاعدة الممنوع من الصرف إذا وقع في مكان المضاف يكون منصرفاً وإذا وقع في موقع المضاف إليه يكون ممنوع من الصرف هنا إسماعيل انظر إسماعيل أين وقعوا أين كانت إسماعيل صديق يعني إسماعيل أين وضيفه يسألهم سلاة طلحة لا أنا ما أصبك ما صعب يعني أمنوع من الصرف إسماعيل أمنوع من الصرف إلا منصرف لماذا لماذا لم تضاف لماذا لم تضاف لماذا يعني أقول لك صديق وضيفة إليه إسماعيل إسماعيل صديقي لماذا أيها ذاك وضيفة إليه المتكلم وهذه وصديق وضيفة إليه إسماعيل لماذا وإن دخل في مشكلة مثل مرتب غلام الرجل أيوة بس لماذا أيوة مثلا تقول مرتب غلام أخيك تقول أخ مضافي الكهف صح لماذا ما عرف يا عباد الله إسماعيل لا يمكن أن يكون مضاف قلنا لكم في شرط المضاف أن يكون إيش نكرة وإسماعيل من العلم والعلم إيش معرفة وهذهذا انتقد أبو طلحة ثم انتبه في الأخير فهمتم إذن هنا ممنوع من الصرف لا تقول هنا مضاف لماذا لماذا لأن إسماعيل إيش معرفة فلابد في المضاف أن يكون نكرة فهمتم الآن فبإسماعيل صديقي يعني صديقي بدل من إسماعيل فما تقول صديقي يعني مضافي لإسماعيل ما تقدر تقول مضاف صديق مضافي لإسماعيل لأن إسماعيل معرفة لابد في المضاف أن يكون نكرة مررت بغلام الرجل غلام نكرة مضاف هذا طريق الوادي طريق مضاف لأنه نكرة لكن لما تأتي بإسم عالم من أسماء الناس أو فيه الألف واللام هذا ما يصرح تقول الكلمة التي بعدها مضافة إلي الكلمة التي بعدها قد تكون بدل وما شبه ذلك طيب إذن من حصل ولا خطأ عنده يرفع يده ولا خطأ واحد ثلاثة أربعة خمسة هل أنت ولا خطأ هل أنت سألتك عن عن قلت لا أقصد جميع الأسئلة أخطأ في إسمائيل وليس ترفع يدك أنا أريد ولا خطأ ولا خطأ أبا حليثة فعبد الرحمن عنده خطأ ما هو ما خطأه ما وضعت إيش ماذا قال ما وضعت لها كسره طيب سأل خطأ بسيط حسين كله صح إيش الخطأ ها ها نعم لا بس إذن مستواكم طيب ما شاء الله إذن انتهينا نكون من المجرورات وعرفنا متى نجر عرفنا متى نجر بالكسر أو ما ينبعنا إذن إذن إذا تكلمت في كلامه انتبه وضع الكسر في موضعها وتضع النائب عن الكسر في موضعه تمام طيب يؤذي المؤذين من كانت سؤال بعد الأذى إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 والذي عنده خطأ اشتركوا في القناة ثم أخذنا متى نجر نكسر في الكلام باقي لنا متى ايش متى نجزب وانتهى الكتاب وإن شاء الله إذا انتهى هذا الكتاب سنضع مكانه كتاب اللغة العربية كيف تتعلمون اللغة العربية اللغة السواحدية شاء الله شاء الله ما هي ما هي ما هي رأيتها متوفرة رأيتها رأيتها متوفرة إذا كانت بصرية تكون حال وإذا كانت قلبية تكون مفعول به ثاني وهنا بصرية فتكون متوفرة حال حال الاسم الذي قبلها متوفرة ما هو الشي المتوفر ما هو المتوفرة ما هو المتوفرة الختب إذا الحال الختب حال كونها وجودة ومتوفرة وصاحب الحال هنا معرفة وهو ختب الطلاب لابد يكون صاحب الحال معرفة وعاملها الفعل رأيتها طيب أثبت لك أنها معرفة لأنها أضيفت للطلاب واكتسبت التعريف منها طيب هل هناك إشكال تفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعضهم يقدمون بعضهم يتأخرون على الذين تأخرون أن يقولون يسمون يوم العيد الذين تأخرون ترجمة نانسي قنقر 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 عمر وبعضهم يقول خير يعني نأخذ بالحديث جاء الحديث ما دام أنه قد ورد حديث لا ننظر إلى من صام أو ما صام فهذا يدل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم يعني تلبية أو تحاول أن تلبي طلب النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت فصيام السيت من شوان ليست واجب ولهذا الذي يصومها دائما دائما لا ليست واجبا بعض الأحيان الشيء السنة بعض الأحيان يترك الذي هو سنة حتى لا يصير عندك هوك الواجب ما الواجب إلا ما جاء في الشريعة ما أجبه الله علينا فهو واجب فلا نجعل فلا نجعل السنة واجبا لا نجعل مستحب واجبا مستحب مستحب والواجب واجب وإن قل كمل وإن قل وأنت ستفهم وإن كان قليلا فإنت أفضل لكن واجب ليس واجبا يعني إذا تركتها لا بس يعني مثلا بعضهم صائم عليها كأنها إيش كأنه واجب لا ليست واجب حتى إذا أفطر أن ترو عليه ما هو صحيح هذا فكيف إذا سمعت أن نقل أن أبابك لم يصمها وأن عمر أيضا يعني بعض الأحيان إذا كان عطيلة عمرك أنت دائما تصمها بعض الأحيان حتى لا ترى أنها واجبة طيب إلى هنا سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر